موسيقى ولت واحد ضجف ومواقع تواصل الاجتماعي على الخرقوم والمنافع دي الخرقوم لا على الجمال لا على الصحة لا على بزاف دي الحويج بغينا نعرفه وش الخرقوم يالله ولت عنده منافع ولا مندي من حيث هو كان دائما حضر في الطبخ المغربي ولا لا نعم ساميرا فأكيد أن هذا التوابي كيفما قلت كان دائما حضر في الطبخ المغربي الآن يصبح معروفة عالميا الماركوتينغ الغدائي للأسف دخل فدلتجاه هذا لأن كل فترات نحاول أن نقصي واحد المكون ولوحد الغداء وتنحاول أن نطلع القيمة دي الواحد المكون ولوحد الغداء وهنا المشكلة توقع وأن المستهلك بشكل عام أو لاحص العوان المريض يعني تكون تقلب على الحل كيفما كان وبعض الحيان تنفهموا بعض الأمور بطريقة اللي مخصناش نديروها بطريقة اللي مخصناش نديروها فالخرقوم مثلا كنا نهدرنا في الأولى للزلجابي اللي كانت تعطيته واحد لوقيته جاءت واحد الموجة دياله وصبحوا الناس يعني تياخدوه من أجل العلاج إلى آخره فالآن كدليك كين الخرقوم اللي هو داخل فد الخناديو والناس صبحوا للأسف تستيلكوا من أجل العلاج لمجموعة الأمراض والسيلاك دياله من أجل الكين الناس للأسف اللي تيفضلوا أنهم يسال كل خرقوم على أنهم يمشوا يعالجوا بطريقة علمية وبطريقة حديثة وإذا بطريقة الحال تخلق مشاكل أخرى وتخلق مضاعفات أخرى خصوصا فيما يتعلق الأمر بعض الأمراض لما تخصاش الوقت في العلاج ديالها تنضرع للسرطان تنضرع للسكري تنضرع للأمراض الكلي إلى آخره فهنا هذه النقطة اللي شرتي لها الخرقوم كان حاضر والخرقوم ديال دابا الدراسات والجانب العلمي أكيد أنه كل مرة تبين نتيطين معلومة ولكن هذا لا يعني باش ندروا حد دجة كبيرة ولكن في نفس الوقت مثلا نكروش المنافع اللي عنده شوف ما كناشي حاجة خلق الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض ما عندش المنافع دياله وما كناشي حاجة عند المنافع بحل الخرر كل جيت التكامل هذا الخرقوم بلقرتي عليه لابغت نعطي عليه أنا يا مجلدات غداء ميتالي هو الخطنين اللي خطنين ناكله ولكن الوار ما يمكنه إذن المنافع دياله إلا ما تتخلطش مع حوائج خرين ولا ما تزادوش عليه حوائج خرينين في طبيعة ما كنش هناك غداء أو لمكاو أو لشي نبتاء أو لشي عشبه اللي ممكننا نتناولوها فقط ببعدها وتعطينا ننتجة ولا ممكننا نتمنع لها فقط ويلغى ديالي الوقاية وديالي العلاج غداء واحد اللي كان ولي عنده المدة محدودة هو حليب الأم بالنسبة للرديع فهذه الفترة ديال 6 شهر اللي تيمكنه يستجميع الاحتياجات الرديع ابتداء من 6 شهر في الحياة ديالي الإنسان ما كنش يغداء اللي تيولي بوحده يمكنه يستجميع الاحتياجات ديالنا مثلا ننظر على الخرقوم نبدأ بالمشاكل اللي قدر يدل الخرقوم فالخرقوم وتيسان في إدرار لابي ديال الدهنيات مثلا فأنا أعطيكم مبين المشاكل اللي قدر يدل الخرقوم فنحن تنمعوه بالنسبة الناس اللي عندهم الحجر في المرارة لأن الناس اللي عندهم الحجر في المرارة بما أنه التسام في إدرار الصفراء فغلت بداية مرارة تخدم بزاف فالخفاء الحجر تقدر تعطينا مشكل فالناس ويبشي مثلا شخص بكل بساطة عنده دأس سكري مثلا فالخرقوم حيث المصاب داء السكري بشي يقدر نسبة السكر في الدم تخصوه بشي عن طبيب دياله بشي عن طبيب دياله بشي عن الأخي صائف تغدية دياله لنرة تطلب سيمانة ويجوش بشي ننقدر السكر بشي غادي تكون معرقد الخرقوم رغيبت لك السكر ولكن ران نخفاض نسبة السكر راهم حتى هي مشكل كبير فتخيل معين شخص عنده داء السكر وعنده حجر في المرارة وباقي ما عشبه باقي ما عارفوش وتتناول الخرقوم غايبت تلايس سكر بزاف وفي نفس الوقت غايزيد ملحدة ديال المرارة ديال المرارة معناتا وليوف أمور علاجية اللي احنا في غينة عنه أنا دائما تنقول أن النصائح اللي تنعطيه من خلال صباحية دوزام من أجل وقاية وليس من أجل علاج كان بعض الأمور اللي يتمكنن على الجواب طريقة نسبية الكوليستيرول القبض إلى آخر ولكن فهذه الأمور خصوصا فيما يخص الخرقوم أحدرتي الجامال أحدرتي الآن شركات الكبرى صبحات تدير منتوجات أباس الخرقوم إلى آخر لأن المادة اللي فيها مهمة هي الكوخكمين هذه المادة الرئيسية اللي كان في الكوخكم اللي هو الخرقوم هذه الكوخكمين هي مكون من المكونات الغدائية اللي هو مهم بالنسبة لجسم ديالنا أغلبنا نظروا على الوقاية هذا الخرقوم إذا كلينا أشنو سنستفدو منه النقطة المهمة والنقطة الرئيسية بالنسبة للخرقوم والذي ضروري أنا نقص نعتمد لها ونستطروا لها هو أنه هو بعد قوة من الزنجبيل الناس اللي تتعلمون عن الزنجبيل الزنجبيل الخرقوم قوة من الزنجبيل بزار يعني في جميع النواحي الخرقوم عنده علاقة مباشرة مباشرة ما تتعلمون الجهاز الهضمي هو مباشرة مباشرة اللي كان على مستوى الأمعاء لكل شيء تدوز سمع الأمعاء هم اللي تتعلمون كل شيء إذا كانوا الأمعاء ديالنا شعارات خارجة في علم الشيء شعارات يجب أن الموت يبدأ من الأمعاء كنا جاهدنا لها فهذاك الأمعاء إلا ما كانوا مقدم إلا ما كانوا نقين إلا ما كانوا نخدمهم لكي تدوز من الأمعاء وتتخرج حيث تدوز لشي صابونة تنسلق وتجمشي هذا الخرق لكي تدرنا أولا نقين الأمعاء لكي تدوز الخلايا يمكنهم يخدمهم تقدنا لفلوغ انتستينا لكي تدوز الخلايا لكي تدوز بعض العمليات الهضم التي تتم على مستوى الأمعاء مثلا الحم مثلا تبدأ على مستوى المعيدة البروتينات ولكن تتمكن على مستوى الأمعاء حيث في الأمعاء تتلقى مثلا هذه السفرة التي جاء من المرارة الأنزيمات التي جاء من البونكري إلى آخر فمن تتلقى على مستوى الأمعاء لكي تلقاو للأسف طبيعة الأكل لدينا الناس التي تتعانون مشكلة القبض الناس التي لا تتعانون بالكثير الألياف الغدائية الناس التي لا تشرب بالكثير لكي تتعانون بحال التوابل وحال الخرقوم والألياف الغدائية وإكزاكتوم الخرقوم تنقلنا الأمعاء وتتعانون أن هذه الخلايا تلعب الدور في أحسن الظروف وتلعب الدور الامتصاص في أحسن الظروف وهذا المشكل الامتصاص في السيميلاسيون هو المشكل الكبير التي لدينا في الجسم فهذه النقطة النقطة الثانية بالنسبة الخرقوم الآن دراسة تتبين أن تلعب دور الوقاية من المشكل لله الزيماء أنا تنذر على الدور الوقاية متبوط علمياً أن تلعب دور الوقاية من المشكل لله الزيماء تتخلص من أحد الأمور التي تكون في الجسم الجنون الثانية لله الزيماء سوف ننذر السرطان عن الوقاية من الأمراض السرطانية وخصوصاً لأن الخرقوم هو صديق الجهاز هو مهيد بالنسبة لجهاز هدمي مشكل كبير. فهو تنطقي الجهاز هدمي وتخلي أن الوقاية سرطانات الجهاز هدمي. أنا لا تنهضر على العلاج. أنا تنهضر على الوقاية. كذلك ينشط الخلايا الدماغية. عاد سنجيه على مستوى الجلد وعلى مستوى الشعر. لأنه عامر بمضادات الأكسادة. وهذه مضادات الأكسادة هي التي تتلعب الدور الوقاية من الشيخوخة على مستوى الجلد وعلى مستوى الشعر. وكما تقول أنت كل يبن عليك. أخر سؤال. الخرقوم اللي سيتباع أننا في المغرب تكون ميبس. وتكون لديه أصفر حل المتاغت. نعم. الخرقوم طري تكون ليموني من الداخل. واذا هذه المكونات الغذائية وهذه الإفادة التي ستتكلم عليها تتصلح. يعني تنقدرون تبقوها على هذا الخرقوم اليابس ليس طري. دائما القاعدة تقول اختلاف اللون يعني اختلاف المكونات الغذائية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية. الاختلاف ما بين حاجة طريقة وحاجة يبسة أن تنحيدوا الماء. إذا حيدنا الماء يعني حيدنا مجموعة المكونات الغذائية. ولكن هذا لا يعني. ولكن تركزه في تركيز كذلك. نعم ولكن هذا الأشيء اللي بريد نقولك لا يعني أنه ميبس ما بقاش صالح. هو باقي صالح. لماذا؟ لأن الخرقوم اللي سنأخذه. نحن لا نأخذوه الخرقوم هو فيه فيتامينات دياله. ولكن لا نأخذوه الخرقوم لكي نجيبه هذا الفيتامين أ. الفيتامين أ رأي نجيبه من الزيت غنجيبه من اللوز غنجيبه إلى آخره. ولكن تنأخذوه على بعض المكونات غذائية لما تتأثرش بالتيباس دياله. يعني كان مكونات غذائيته بشي. هو طري أفضل من يابس. ولكن هذا لا يعني أنه يابس ما فيش فوائد. تتسأل علش ما سيكون شدنا طري هنا في المغرب. علش ما تتبع؟ أغير وقت نردو البال. يعني بالنسبة للسيلاك دياله. وحنا ده بقدرنا الفوائد. ولكن هذا ما تعنيش أن السيلاك دياله خصو يبشي بو حد السيلاك اللي هو كبير. السيلاك ديال خرقه على الأكتر. على الأكتر نسم علقة ديال الصغيرة في النار. كي أعطي أن الآن ولي تدارك على حل الامتزان ولي تدار في الماء ولي تشرب. لا. لا ممكن. غير ما ندروا معلقة كبيرة لنشربه. حد بالنس يحصل العوان. نس مراد. الله يحصل لهم العوان فإن يسمعوا العلاج. أنا مستعدين لشربوا البحر الذي قلت إليه يشربه. ولكن ما خصنا نشوف هذا الاتجاه هذا. هذا شيء ما تدخل في العلاج. يدخل في الواقاية. واضح. شكرا لك سينا بيلا. شكرا لك.